ما هو التكييف الصحراوي التكييف الصحراوي هو نوع من أجهزة تكييف الهواء التي تعمل عن طريق تبخير الماء في الهواء يستخدم هذا النوع من التكييف بشكل شائع في المناطق الحارة والجافة حيث يساعد على تقليل درجة الحرارة والرطوبة في الهواء يتكون التكييف الصحراوي من وحدة داخلية ووحدة خارجية تحتوي الوحدة الداخلية على مروحة تعمل على سحب الهواء الساخن من الغرفة يمر الهواء الساخن عبر وحدة التبخير حيث يتم تبخير الماء فيه يبرد الهواء المبرد ثم يتم ضخه مرة أخرى إلى الغرفة أنواع التكييفات الصحراوية هناك أنواع مختلفة من التكييفات الصحراوية تختلف في الحجم والسعة والميزات فيما يلي بعض من أكثر أنواع التكييفات الصحراوية شيوعا واحد التكييف الصحراوي التقليدي هذا النوع من التكييف الصحراوي هو الأكثر شيوعا ويتميز بتصميم بسيط وسهل الاستخدام يتكون من خزان للماء ومروحة تضخ الهواء الساخن عبر الماء مما يؤدي إلى تبريد الهواء وزيادة الرطوبة 2- التكييف الصحراوي التبخري يشبه هذا النوع من التكييف الصحراوي التكييف الصحراوي التقليدية ولكنه يحتوي على مروحة إضافية تضخ الهواء البارد إلى الغرفة هذا النوع من التكييف الصحراوي أكثر فاعلية من التكييف الصحراوي التقليدي في تبريد الهواء ولكنه يستهلك المزيد من الطاقة 3- التكييف الصحراوي بالفريون هذا النوع من التكييف الصحراوي هو أكثر فعلية من التكييفات الصحراوية الأخرى في تبريد الهواء ولكنه أيضا أكثر تكليفة يعتمد هذا النوع من التكييف الصحراوي على غاز الفريون لتبريد الهواء وهو غاز صديق للبيئة عند اختيار التكييف الصحراوي المناسب يجب مراعاة حجم الغرفة ومستوى الرطوبة في الهواء وميزانيتك إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ جاف فيمكنك اختيار أي نوع من التكييفات الصحراوية إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ رطب فقد تحتاج إلى اختيار نوع من التكييفات الصحراوية الذي يزيل الرطوبة من الهواء إذا كان لديك ميزانية محدودة يمكنك اختيار التكييف الصحراوي التقليدي إذا كان لديك ميزانية أكبر يمكنك اختيار التكييف الصحراوي التبخري أو التكييف الصحراوي بالفريون مميزات التكييف الصحراوي يتمتع التكييف الصحراوي بالعديد من المزايا بما في ذلك 1. تحسين جودة الهواء 2. سهولة التركيب والصيانة 3. انخفاض مستوى الضوضاء 4. إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتكييف الهواء 5. انخفاض تكلفة التشغيل مقارنة بأنواع التكييف الأخرى عيوب التكييف الصحراوي إن التكييف الصحراوي له بعض العيوب بما في ذلك 1. ينتج رطوبة عالية في الهواء 2. يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء 3. قد لا يكون فعالا في المناطق الرطبة فوائد استخدام التكييف الصحراوي هناك العديد من الفوائد لاستخدام التكييف الصحراوي بما في ذلك 1. تحسين جودة الهواء يعمل التكييف الصحراوي على تحسين جودة الهواء في الغرفة حيث يزيل الغبار والأتربة والروائح الكريهة 2. سهولة التركيب والصيانة يسهل تركيب التكييف الصحراوي وصيانته مما يعني أنك لن تضطر إلى دفع أي تكلفة لفني متخصص 3. انخفاض تكلفة التشغيل يستهلك التكييف الصحراوي طاقة أقل من أنواع التكييف الأخرى مما يعني أنك ستدفع فواتير كهرباء أقل 4. إمكانية استخدام الطاقة الشمسية يمكن تشغيل التكييف الصحراوي بالطاقة الشمسية مما يعني أنك لن تضطر إلى دفع أي تكلفة للكهرباء على الإطلاق 5. انخفاض مستوى الضوضاء يصدر التكييف الصحراوي ضوضاء أقل من أنواع التكييف الأخرى مما يعني أنك لن تزعج جيرانك أو أسرتك نصائح الاختيار التكييف الصحراوي المناسب عند اختيار التكييف الصحراوي المناسب هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها بما في ذلك 1. حجم الغرفة يجب اختيار التكييف الصحراوي بحجم مناسب لحجم الغرفة التي تريد تبريدها 2. ميزانيتك تختلف أسعار التكييفات الصحراوية لذلك يجب اختيار مكيف يتناسب مع ميزانيتك 3. مستوى الرطوبة في الهواء إذا كانت الرطوبة في الهواء عالية فأنت بحاجة إلى اختيار مكيف صحراوي يزيل الرطوبة من الهواء كيفية استخدام التكييف الصحراوي لاستخدام التكييف الصحراوي ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية 1. املأ خزان الماء بالماء 2. ضع التكييف في مكان يسهل الوصول إليه 3. قم بتشغيل التكييف 4. استمتع بهواء بارد ورطب 5. نصائح للمحافظة على التكييف الصحراوي للحفاظ على التكييف الصحراوي في حالة جيدة يجب اتباع بعض النصائح بما في ذلك 1. تنظيف الفلتر بشكل دوري 2. ازالة أي أوساخ أو حطام من الوحدة الخارجية 3. عدم تشغيل التكييف في درجات حرارة منخفضة جدا 4. عدم تشغيل التكييف في درجات حرارة عالية جدا 5. عدم تشغيل التكييف في الهواء الطلقي أسعار التكييف الصحراوي تختلف أسعار التكييفات الصحراوية حسب الحجم والسعة والميزات بشكل عام تعتبر التكييفات الصحراوية ذات الأسعار المعقولة مقارنة بأنواع التكييف الأخرى فيما يلي بعض أسعار التكييفات الصحراوية في مصر تكييف الصحراوي سعة عشرون لتر يبدأ من ألفان جنيه تكييف الصحراوي سعة ثلاثون لترة يبدأ من ثلاثة آلاف جنيه تكييف الصحراوي سعة أربعون لترة يبدأ من أربعة آلاف جنيه تكييف الصحراوي سعة خمسون لترة يبدأ من خمسة آلاف جنيه في الختام يمكن القول أن التكييف الصحراوي هو خيار جيد لتكييف الهواء في المناطق الحارة والجافة يتمتع بالعديد من المزايا بما في ذلك انخفاض تكلفة التشغيل وسهولة التركيب والصيانة ومع ذلك فإن له بعض العيوب مثل الحاجة إلى كمية كبيرة من الماء وإنتاج الرطوبة العالية في الهواء بشكل عام يعتبر التكييف الصحراوي خيارا جيدا للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مناخ جاف وميزانية محدودة اشتركوا في القناة